بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبناتي الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الثاني المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي فيه بإذن الله سوف نراجع فيه صورة البلد كاملة بإذن الله سنقرأ فيه صورة البلد ونكررها ونريد بإذن الله أن نربط بين الآيات حتى تحفظ بشكل كامل وبشكل متقن بإذن الله ولكن يا أبطال قبل أن نبدأ في هذه الصورة المباركة دعونا نستمع سويا إلى تعليمات الدرس فنقول في تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد الجيد للدرس نستمع إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب ومهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح والآن دعونا نتعرف على الأهداف الهدف العام تلاوة وحفظ صورة البلد أما الأهداف الخاصة فأولا أن يستمع الطالب وتستمع الطالبة إلى آيات صورة البلد ثانيا أن يردد الطالب وتردد الطالبة آيات صورة البلد مع المعلم ثالثا أن يتعرف الطالب وتتعرف الطالبة على معاني آيات صورة البلد رابعا أن يشير الطالب وتشير الطالبة إلى آيات صورة البلد خامسا أن يتلو الطالب وتتلو الطالبة آيات صورة البلد وسادسا أن يحفظ الطالب وتحفظ الطالبة آيات صورة البلد والآن يا أبطال وبعد أن تعرفنا على الأهداف دعونا الآن نأتي إلى درسنا وكما قلنا سنحفظ سويا صورة البلد كاملة بإذن الله من الآية الأولى وحتى الآية العشرون بإذن الله تعالى الآن سأبدأ في قراءة هذه الصورة المباركة وأنتم يا أبطال كرروا ورددوا معي حتى نتقن بإذن الله هذه الآيات بالشكل المطلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وَأَنْ تَحِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدَ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدَ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدَ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدًا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنَ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنَ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ فَلَقْتَحَ مَالْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةِ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةِ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَادَةَ أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم إذن تلونا سويا صورة البلد ما هو المطلوب منكم يا أبطال أن ترددوا دائما وتكرروا هذه الصورة وتستمعوا إليها باستمرار حتى تتقنوها بإذن الله تعالى بالشكل المطلوب بحول الله عز وجل والآن يا أبطال نأتي إلى النشاط الثالث إلى النشاط الثالث نرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة قوله عز وجل لا أقسم بهذا البلد ما هو المقصود بالبلد هنا هل المقصود مكة المكرمة أو المدينة المنورة البطاقة الأولى تقول مكة المكرمة والبطاقة الثانية تقول المدينة المنورة ما هي البطاقة الصحيحة؟ أحسنتم هي البطاقة الأولى إذن المقصود بالبلد يعني مكة المكرمة مكة المكرمة نأتي إلى الفقرة الثانية في النشاط الثالث قوله سبحانه فك رقبه يقصد بها ماذا؟ يقصد بها اعتاقها من الرق والعبودية أو مجاعة مع تعب ما هي البطاقة الصحيحة؟ من يعطينا الإجابة يا أبطال أحسنتم البطاقة الأولى هي البطاقة الصحيحة البطاقة الأولى هي البطاقة الصحيحة يقصد بها اعتاقها من الرق والعبودية ننتقل الآن يا أبطال إلى النشاط الرابع هنا نكتب اسم الصورة أولا أريد منكم أن تمسكوا القلم بالشكل الصحيح وتكتبوا على هذا السطر المنقط اسم الصورة ما هي اسم الصورة التي ندرسها الآن؟ هي صورة أحسنتم يا أبطال صورة البلد إذن أكتبوا صورة البلد بهذه الطريقة يا أبطال تكتبوا صورة البلد نأتي الآن يا أبطال إلى النشاط الخامس هنا نريد أن نكتب في هذا المربع عدد آيات صورة البلد عدد آيات صورة البلد كم آية؟ من يجيب يا أبطال؟ أحسنتم نعم عشرون آية عشرون آية إذن عدد آيات صورة البلد عشرون آية نكتب رقم عشرين في المربع نكتب رقم عشرين في هذا المربع والآن يا أبطال دعونا ننتقل إلى هذه الوسيلة وأريد منكم مساعدتي في الوصول إلى الحل عدد آيات صورة البلد البطاقة الصفراء تقول خمسة عشر آية والبطاقة الخضراء تقول عشرون آية نريد أن نضع علامة الصح أسفل البطاقة الصحيحة هل البطاقة الصحيحة هي البطاقة الصفراء خمسة عشر آية؟ أحسنتم ليست البطاقة الصحيحة البطاقة الخضراء نعم هي البطاقة الصحيحة إذن عدد آيات صورة البلد عشرون آية ونضع علامة الصح تحت البطاقة الخضراء ونعرف هنا أن عدد آيات صورة البلد عشرون آية إذن أيها الأبطال أيها الرائعون والرائعات أشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة أبدعتم وأحسنتم بارك الله فيكم وقبل الختام إخواني وأخواتي أولياء الأمور أتمنى منكم الاطلاع على هذه التوصيات الموجهة إليكم والعمل بما فيها من تعليمات وتوجهات شكرا لكم إخواني وأخواتي شكرا لكم أبنائي وبناتي نلتقيكم على خير نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته